بعد خمس سنوات على انعقاد دورتها الأولى منظرة الصناعات الثقافية والابداعية تعود للاحتفاء بالتراث والاستثمار في المستقبل نخبة من القادة السياسيين والاقتصاديين والخبراء الوطنيين والدوليين وكذل الفاعلين الرئيسيين في منظومة الصناعات الثقافية والابداعية بالمغرب يجتمعون بالرباط للنظر في مستقبل هذا القطاع منذ مجيء هذه الحكومة وإلا من النقاط الأساسية لكي نخدمو عليها هو خلق ديزيكو سيستيم حول المفهم للصناعات الثقافية في مجموعة المدن والجهات المملكة وهذه المنظرة هي فرصة بطبع باش يتم تقييم هذه السياسات العمومية الموجهة للدفع بصناعات الثقافية في مجموعة هذه المجالات الثقافية وطبعا تكلمو على الصناعات الموجهة التقافية تكلمو على الكتاب، تكلمو على المصرح، تكلمو على الموسيقى، تكلمو على السينيما ولكن هناك مجالات جديدة تكلمو على اليوم هنا نيت في هذه المدينة في الصناعات العبية الأكترونية والدول الأساسي اللي عندها الاتجاهات الجديدة في الحكامة والتمويل والتحول الرقمي ستكون محاور للنقاش خلال يومي المناظرة كما ستطرح النقاش حول كيفية تعزيز قيمة التراث وتجربة الأماكن وكذلك مستقبل هذه الصناعات في المغرب لدينا مساهمة للصناعات الثقافية بالكاد 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكن الخبر الصار هو أن هناك تنمية وهذا التطور يجب أن يحدث ويمكن أن يحدث لأننا بحاجة إلى خلق المزيد من العمل للشباب نحتاج إلى إظهار ثقافتنا لدينا ثقافة غنية جدا ولدينا حضارة قوية ونحتاج إلى أن نظهرها للعالم مجموعة من المواهب من جميع أنحاء العالم مقاولون ومستثمرون وفنانون وخبراء يحضرون المناظرة لتبادل الخبرات والأفكار لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب لجعل الثقافة محركة حقيقية لنمو الاقتصادي والابتكار لشباب المغربي الاتفاقية التي وقعنا عليها تهدف إلى السماح لمبدع هذه الصناعات الثقافية والإبداعية بالحصول على تمويل أسهل بكثير وما سمعنا هذا الصباح أنه يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام تطوير هذه الصناعات داخل المغرب ونحن مهتمون للغاية بدعم هذا التطور لأنه يخلق فرص عمل كبيرة للشباب من جهة وللنساء بدرجة أكبر وتضع مختلف الجلسات المبرمجة في قلب اهتمامها القضايا الرئيسية التي تواجه القطاع كالشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل المبتكر وتعزيز التراث وتأثير الذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر